نتعرف على تفاصيل هذا الاستحواذ وينضم إليه من القاهرة سيد محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدي كرير للبتروكيمويات أهلا بك معنا سيد محمد وشكرا على وجودك على شاشة سي ام بي سي عربية وكلام أسواق أهلا وسهلا بحضرتي خلينا نبدأ بهذا الاستحواذ الذي تتجه إليه سيدي كرير أولا ما هي أهميته؟ لماذا لجأتم إلى خطة الاستحواذ بشكل كامل على أسهم شركة إيستكو في هذا التوقيت؟ وما هي الأهداف المرجوة منه؟ بداية شركة إيستكو في البداية كانت مشروع لشركة سيد بيك قبل أن نفصل وتبقى شركة قائمة بذاتها الشركتين يقدموا نفس المنتجات تقريبا ولكن في بعض الجريدز المختلفة بين الشركتين وبعض لو بداية إن شاء الله إحنا بندرس الاستحواذ ولو ربنا وفقنا واستحواذنا على شركة إيستكو وتم الاندماج اللي إحنا بنسع إليه في النهاية ده حيدي فرصة للشركتين أن تنموا أرباحهم ويتحسن أداءهم للاتنين أنا عندي سيربلس مش مستفيد منها وإيستكو عندها سيربلس مش مستفيدة منه وعندنا إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية لكل من الشركتين وده لو اندمجت الشركتين إن شاء الله هيبقى يعني هيبقى دي فرصة جيدة للشركتين وحيبقى كيان قوي يقدر ينافس في الأسواق سواء في مصر أو بر مصر بدلا ما هي كيانات صغيرة في الوقت الحالي طيب إحنا عارفين أن معظم الشركات يا أستاذ محمد بهذا التوقيت عم تتجاه لخفض التكاليف هل تعتبر عملية الاستحواذ هي جزء أيضا من خفض التكاليف وقدمت وقعين إذا ما تم الاستحواذ بالفعل أنه تنخفض التكلفة عليكم بهذا التوقيت الصعب عالميا وحتى محليا خلينا أقول لحضرتك أن أنا عندي اتجاهين إما أن أنا أخفض التكاليف أو أزود الإنتاجية بنفس التكاليف وبالتالي يبقى إنتاجية اليونة الوحدة اتخفضت وده اللي إحنا بنسعى إليه سيدكو وسيدكو عندهم إمكانية زيادة إنتاج بنفس التكاليف الحالية لو اندمجوا الاتنين مع بعض يبقى زيادة الإنتاج بنفس التكاليف معناها أن أنا قللت القوست بتاع الوحدة المنتجة يعني لو أنا بنتج الطن سي بألف دولار فهنا في اندمج الشركتين ممكن أن أنا أنتج الطن ب تسعمية وخمسين دولار أو أنتج بدلا ما سيدك بتنتج متين ألف طن وإستكو بتنتج متين وتمانين أو تبتمية ألف طن مع أن تقتها الإنتاجية ربعمائة ألف طن وستبك تقتها الإنتاجية متين وخمسة وعشرين ألف طن فأنا هنا حقدر أوصل للستمية خمسة وعشرين ألف طن إن شاء الله وبتقريبا بفرق بسيط عن التكلفة الحالية وده يعني أن أنا خفطت التكاليف بتاعتي نعم نحن قدام متوقعين أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للشركة مقارنة بالطاقة الحالية أستاذ محمد بعد الاستحواذ بعد الاستحواذ مش متوقعين أنها ترتفع بسرعة لأن إحنا الاتنين ماشيين في مشروع أن إحنا نستورد غاز الإيثان فده اندماج الشركتين هيديني فرصة أكبر كشركة هتبقى شركة كبيرة استهلاكتها من الغاز أكبر فهتديني فرصة التفاول أكتر مع المصدرين مصدرين الغاز وهتديني كمان فرصة أكبر أن أنا أقدر أصرف على الفاسيليتيز بتاعة استراض الغاز أول ما ربنا يكرمنا ويوفقنا ونستورد الغاز بإذن الله اللي هو اللي إحنا محتاجينه كشركتين لتكملة السعة الإنتاجية بالكامل ده حنقدر في الوقت أول ما نستورد الغاز نقدر نوصل ل625 ألف طن لكن حيبقى عندنا مشروعات توسع أكبر إن شاء الله في الفترة اللي بعدها بإذن الله طيب قدام محتاجين كميات نحن عارفين أن الأسعار الآن كل السلع عم ترتفع أستاذ محمد قد يزيد عملية الاستيراد وهل في محطات أخرى يمكن عم تدرسوها غير الأسواق التقليدية التي كنتم عم تستوردوا منها الغاز في هذه المرحلة قد يل كميات الأولية اللي ممكن يتم استيرادها في الوقت الحالي أنا باستقدم من الغاز المصري من المنتج من الصحراء الغربية في مصر إنما أنا محتاج أزود الغاز فأنا بستهدف أن في السنة الأولى اللي هو سنة عشرين أربعة وعشرين إن شاء الله أن أنا أستورد تلتمية وخمسين ألف طن وبعد كده هتزيد الإمكانية لستمائة ألف طن وممكن تصل لمليون طن مع المستقبل مع توسعات الشركتين بإذن الله بس إحنا شفنا مؤخرا يعني مضاعفة أسعار الغاز على قطاع البتروكيمويات محليا أستاذ محمد هذا إله أثر مباشر اليوم على الشركة وتشغيل مشاريعها؟ خلينا أقول لحضرتك أن الغاز ارتفع في العالم كله مش على شركات البتروكيموياته بس ولكن نسبة ارتفاع الغاز على شركات البتروكيمويات في مصر هي مش النسبة الأكبر يعني لسه الشركات قادرة على امتصاصها بل إحنا الحمد لله رب العالمين محققين أرباح في ظل ارتفاع الغاز الفيد اللي جاي لأن برضو الدولة ما رفعتهش بالقيمة اللي تزعج الشركتين بل الدولة لسه وقدر في اعتبارها أنها تدعم صناعة البتروكيمويات أنها مش تفشل صناعة البتروكيمويات وده خلى في حرص في إعادة تسعير الغاز وأنا شايف أن إعادة تسعير الغاز في الوقت الحالي دوت بالسعر ده مناسب جدا لصناعة البتروكيمويات في مصر فده ما يقلقش أبدا بل على العكس الشركات الحمد لله محقق أرباح كويسة الحمد لله الحصة السوقية الحالية لسيدي كرير من المنتجات كم تبلغ أستاذ محمد وقدم توجهين لزيادة الحصة السوقية بعد هذا الاستحواذ سيدي كرير بتستحوذ على نسبة من 25 إلى 35 فلبيا تبقى لقليات السوق يعني تبقى لاستخدمات السوق مع استحواذ شركة سيدك على أسهم شركة سيدكو حيبقى الكيانين بيغطوا أكتر من 50% من حتياجات السوق المحلي خلينا أقول لحضرتك أن مع أزمة الدولار الحالية إحنا مش محتاجين أبدا كسوق محلي أن نستورد من برد وبالتالي إحنا كشركتين سيدكو بنستهدف أن نزود أكتر في السوق المحلي وناخد حصة أكبر ده لحماية الصناعة المحلية في الوقت الحالي وكمان عشان نقلل الضغط على الدولة من احتياجات الدولار للاستيراد أنتم متجهين لزيادة رأس مال هل هي هدفها عملية تمويل جزء من الاستحواذ أستاذ محمد أم في أهداف أخرى لزيادة رأس المال وكيف سيستخدم الرأس المال الذي يزيد في الوقت الحالي ده أسهم مجانية الشركة وزعتها على المستثمرين في شهر مارس 2022 شهر مارس اللي فات الشركة وزعت أسهم مجانية فدي ما هي عملية تقنين للأسهم المجانية عملية تنفيذ لتوزيع الأسهم المجانية نعم إنما دي ما نعتبر زيادة رأس مال بالمعنى المفهوم تمام بس أنت الصفقة ستتم عن طريق تبادل الأسهم هل تم التحديد السعر الذي سيتم على أساس عملية التبادل أو ما هي المعايير إحنا حتى الآن الصفقة تحت الدراسة بمعنى أنا عينت النهاردة مضيت مع شركة أنها تبقى مستشار للصفقة نعم وبعدها هنبتدي نعين مستشارين ماليين ومستشاريين قانونيين لكل شركة لها المستشار المالي بتاعها اللي هيقيم أصول الشركة وحيقيم قيمتها السوقية وبالتالي بيقدر هنا لما نقف على القيمة السوقية لكل شركة نقدر نتبادل الأسهم فسدك هنا هتصدر أسهم بقيمة كامل أسهم إسدكو وحيبقى مستثمري إسدكو شركة في سدك بقيمة الأسهم بتاعك أمتى منتوقع إتمام الصفقة أستاذ محمد تقريبا وفق الدراسات يعني إحنا إن شاء الله وزن أقل من سنة هيكون الصفقة بإذن الله تمت بإذن الله هل هذا سيكون مؤشر لمزيد من الاستحواذات على شركات أخرى بالنسبة لسيد كرير محليا أو حتى خارجيا آه إن شاء الله يعني دي إن شاء الله دي بداية لكن بعد كده فيه إمكانية التوسع في الاستحواذ على شركات أخرى بإذن الله محليا محليا أو في الوقت الحالي محليا لكن إحنا كشركة سيدك في الوقت الحالي بندرس التعاون مع شركة رانجاز النيجيرية في إن إحنا ننشئ مع بعض مجمع بتروكيمويات في نيجيريا سيدك هتخش كالطرف داعم فني بنسبة خمسة داعم والطرف النجيري ممول للشركة وممالك لها بنسبة خمسة وتسعين في المائة نعم نتمنى لكم التوفيق ولهذا كان يات التوسعات بإذن الله في الفترة الجاية بإذن الله نعم نتمنى لكم التوفيق أستاذ محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سيدك رير شكرا على وجودك معنا على شاشة سي إم بي